مصارع شارك بأسم الجزائر من طرف الاتحادية فيه ملف يقدم من طرف الاتحادية إلى الوزارة ويكون فيه قبول ويكون فيه احنا هذه الأمور كلها ما كانتش يبقى هذا ستنونجاجمونست على ثلاث وحده هو مقيم بفرنسا ذهب شارك في منافستين واحدة في فرنسا واحدة في إسبانيا وين وقعت الحادثة دايما اتحادية تسعى للصلح احنا كما قلت احنا عملنا مجلس الصلح وهو كان مقرر من طرف المكتب ولكن للأسف إلا حسين دايخي لاستجاب لهذا الصلح والحمد لله اليوم اراه يدرب بعد دخوله بعد يومين كان في تربص في أمريكا من جهة أخرى قال قوري بأن هيئته باتت تفكر في العالمية داعيا المسؤولين إلى مواصلة دعم الرياضيين ماديا على طول العام وليس فقط بمناسبة الألعاب المتوسطية دينا الخمو الآن في المستوى العالمي بعد ما كنا نخمو إلا في إفريقي وكان من بين مستحيلات هو التتويجات العالمية الحمد لله اليوم عدنا مدرب عالمي ومعروف والكل يتنافس من أجل الفوز بخدمته لكن اليوم الحمد لله قدرنا بعلاقات شخصية وبعلاقات اللي ربطتنا في الزمان في البيصات نحن بإذن الله نقوله كذلك في البطولة العالم العام المقبلة إن شاء الله سيكون فيه مفاجآت وتشوفوا للكاراتي الجزائري كيف سيظهر نتمنى أن هذا الدعم يتواصل بعد الألعاب البحر الأبيض المتوسط من أجل تشريف النخبة الوطنية إن شاء الله يكون برنامج بعيد المدينة اشتركوا في القناة